الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يمكن هذه المرة الثالثة التي نتناول فيها بقية قصة قارون خدنا حلقتين في القصة دية مرة دي الحلقة الثالثة من تناول فيها قصة قارون لأن القصة في الحقيقة مليئة بالفوائد مرة الماضية تكلمنا عن بقية وصية قوم قارون له قالوا له وابتغي فيما أتاك الله الدارة الأخيرة لا تنسى نصيبك من الدنيا أحسن كما أحسن الله إليك لا تبغي الفسادة في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وانتقلنا إلى قول قارون إنما أوتيته على علم عندي ثم تكلمنا عن سنة الله سبحانه وتعالى في إهلاك الظالمين والمجرمين التي لم ينتفع بها قارون قط وانتهينا إلى قول تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ثم كان قارون رفض نصيحة قومه بل تماد في الطغيان والظلم وخرج على قومه في زينتي وكنا وقفنا في النقطة دية وقلنا إن الباطل لكي يروج على الناس لابد له من زينة ولابد أن يعني يدخل معه حلاوة لأن الباطل في طبيعته مر لا تستسيغ النفوس في المطلق وإنما لابد أن يروج مع زينة أو حلاوة تدخل معه فلذلك تجد أهل الباطل دائما يزينون باطلهم حتى يروج على الناس فيقبل الناس الحاجات اللي هم بيقبلوهاش في العادة فقد يقبلون الفواحش قد يقبلون التبرج تحت مسميات التمثيل أو الحرية أو يعني الفن أو الرقص أو الفنون لكن هي في الحقيقة في النهاية إنما هي لا تخرج عن هذه المعاني اللي الناس أصلا بترفضها في المطلق العرية والفواحش والقبلات ونحو ذلك لذلك إحنا قلنا إن الحق في المقابل لابد أن يواجه الباطل بنفس الأسلحة فكما خرج قارون فلابد أن يخرج أهل الحق يواجهون أهل الباطل ينصحونهم يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى وكما أن الباطل يزين باطله فلابد الأهل الحق أن يزينوا الحق الذي معهم فالحق قوي لكن إنما يضعب في نفوس الناس بسبب ضعف أهل الحق وضعف عرض أهل الحق للحق الذي معهم لشان كده لابد أن نتعلم الحق جيدا ولا يكفي أن نتعلم بل نتقن كيفية عرض الحق ده على الناس حتى يقبلونه لأن الحق هو الوحد وبيقبل فما بالك لو أهل الحق كمان زينوه ده هيقبل جدا إذا كان الباطل يقبل لو معه زينة فما ظنك بالحق اللي هو مقبول أصلا بدون زينة إذا لم يقبل الناس الحق بعد كل هذا يبقى فيه تقصير كبير عند الدعاء عند الذين يعرضون الحق سبحان الله قال تعالى فخرج على قومي في زينة إحنا بقى قلنا إحنا نقف مع النموذج اللي جيدة هو قوم قارون لما قالوا يا ليت لنا قوم موسى لما قالوا بعضهم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم مشكلة كبيرة جدا إن بعض الناس فتنوا بما عند قارون من الزخرف والأموال ونحو ذلك وبدأ الناس يتمنوا مكان قارون رغم أن هم يعلموا أن قارون فاسد وباغي لكن الإبهار المادي اللي خرج به قارون خلى الناس تتمنى يبقى عندها زي قارون بغض النظر عن استعمال قارون للحاجة دي لأننا نقول إن الإنسان لا يغبط على شيء إلا إذا كان يغبط على شيء خير بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في سنتين يعني الغبطة رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته في الحق يعني ينفقه في الحق وصاحب القرآن وصاحب العلم والكلام ده لكن أنا عايز أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ممكن تتمنى منزلة واحد عنده مال بس إذا كان ينفقه في الحق يستعمله في الخير أما أن أنا أتمنى المال علشان مجرد المال فخلي بالك لأن أنت ممكن تتمنى منزلة أو مال عند شخص فاسد فتأخذ وزره لشان كده جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتق الله فيه ويصل الرحم ويعلم الله فيه حقا فهذا في أفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فقال لو أن لي مال كمال فلان لا عملت بمثل عملي فهما في الأجل سواء خذ بالك بأ من نجاي ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما ولم يؤتيه علما فهو لا يتق الله فيه ولا يصل رحمه ولا يعرف لله فيه حقا فهذا فيه أسوأ وأبخص المنازل التال الأخير بأه ودلهم منه ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما فقال لو أن لي مال كمال فلان اللي هو السيء اللي فده لا عملت بمثل عملي فهما في الوزر سواء وهي دي المشكلة الكبيرة أن الناس اللي قالت يا ليت لانا مثل ما قلت يا خارون يخشى عليهم أن هما يأخذوا من الوزر ما أخذ خارون أحيانا بيقالوا واحد فيه يعني فيه عافية سبحان الله لكن يتمنى منزلة فيأخذ نفس أوزرها واحدة تتمنى لو كانت لو كان عندها نفس فلوس الممثلة دي نفس شهرتها كتعاملت زيها وهي ما بتعملش حاجة خالص فتأخذ وزر المرأة دي بدون أن هي تعمل أصلا أي حاجة واحد في حاله فقير أصلا معوش حاجة وعايش مع نفسه لكن بيرى شخص مثلا فاسد ظالم ما استغني يقول لي يا سلام نفسه بقى عندي اللي عنده مهما حصل فقوة من غير ما يعمل حاجة يأخذ نفس الوزر سبحان الله واحد يعني ما بيمشيش مع بنات وما جاتش فرصة فيشوف واحد مثلا بيزني أو بيمشي مع بنات أو بيفعل فواحش فتمنى يقول لو عندي عربية زيه لو عندي فلوس زيه كنت ايه كنت مشيت وسويت وبتاع فيأخذ نفس الوزر هو يعني كان في عفية من كل دوت سبحان الله يعني فهذا أغبى واحد الأخير ده إنه ولا هو حتى نال الشهوة ولا عوفية من وزرها فمجرد التمني تمني منزلة صاحب الوزر تؤدي إلى إن الإنسان يحمل إيه يحمل نفس الوزر من الخوف بقى إن الأمر ده يدب في الملتزم بمعنى يعني لو واحد أصلا فاسد بس هو معوش يفسد إن هو يتمنى الفساد ده وارد لكن كمان إن يدب ده في بعض الملتزمين يدين مشكلة كبيرة إن أنت بتجدل بعض مثلا أهل الالتزام مثلا تابق إلى الله سبحانه وتعالى ويبعد عن السكة دي والسكة دي والسكة دي لكن ما زالت نفسه تراوده يعني ممكن مثلا يبقى هو ملتزم ملتحي وبتاع فممكن يشوف الجمعة ولد بيكلم بنات وبتاع فنفسه تراوده يعني يقول يا بخته أو بنت مثلا لبست النقاب أو لبست حجاب واسع فطبع ما بقتش جميلة بقى زي الأول وبتاع لكن تروح الجمعة مثلا فتشوف بنت لبست بقى لبست هي بتحب زمان وعملة تسريحة شعراء بشكل جميل ملفت وكل الناس بتسني عليها فتحدثها نفسها لو راجع بي الزمان كنت عملت زيها أو يا سلام لو أعمل زيها بس خلاص اللي حصل حصل سبحان الله يعني أنت يا ربنا منى عليك بالهدايا ولسه بتتمنى المنزلة القبيحة دي وكتاخد وزرها وانت ما عملتش حاجة فهذا يعني من العجاب فمن أعجب الأشياء أن الناس تعتقد يعني هو إيه اللي بيخلي الناس تتمنى منازل دي يعني سواء منزلة قارون أو عموما منازل أصحاب الأموال اللي بيخليهم يتمنوا ذلك أنهما بيعتقدوا أن الناس دي سعيدة سعاداء وأن طالما معهم فلوس معهم مناصب معهم شهرة يبقى أكيد الناس دي عايشين في سعادة فهما الناس بتتمنى ما عندهم لكي ينالوا نفس السعادة طيب إحنا عايزين أصلا نضرب في الفكرة نفسيها الفكرة نفسيها غلط اللي أنت بتتكلم فيه غلط من أخبرك أن هؤلاء سعاداء لأجل أنك مثلا شفت الممثل فلاني في مقطع يعني في اللقاء ده كان مبتسم أو أن أنت شفت صورهم هما مفرحنين وعلى البحر وبيجروا أن هما كده سعاداء أو أنك أنت شفت لقطة واحدة في حياته وهم بيحبوا بعضه وتجوزوا بتاعه هما كده سعاداء من أدراك؟ يعني نفعش تحكم على شخص بصورة فاشتعكم على شخص بفيديو دقيقة من حياته وأنت لا تدري ما وراء الدقايق التانية فيها إيه اللي يعرف ويعايش ويقابل هؤلاء أصحاب الأموال ممن هم بعداء عن الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم أشقى الناس حياتهم مليئة بالمنغصات من نكد وضيق صدر وهموم وغموم فضلا عن عقوق أبناء خيانات زوجية يعني مشاكل نفسية بل كثير منهم مدمن على الأدوية النفسية وكثير منهم نزلاء لأطباء نفسيين بل أغلبهم مدمن للخمور وهذا يدلك على الكارسة اللي هم فيها لأن الخمر لا يشربه إلا شخص يريد أن يذهب عن واقع ما أما إذا كنت أنا أصلا عايش واقع سعيد وسعيد بالواقع اللي أنا فيه اللي يخليني أشرب خمر لكي أذهب عقلي أذهبه عن ماذا؟ عن السعادة فلا يعني يذهب إنسان لشرب خمر إلا إذا كان يريد أن يغيب عن واقع عليم هو عايش فيه وظن أن الخمر ستنقله إلى واقع سعيد أو حتى يخدع نفسه بذلك وحتى لو أنت مش مصدق الكلام دا كفيك أن تصدق كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى قال وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَةً مهما كان غني بقى فقير مشهور مغمور لاش علاقة أي حد يعرض عن ذكر الله تعالى ويعرض عن الكتاب والسنة ويعرض عن طاعة الله الله يتوعده بالمعيشة الضنك وهذه المعيشة الضنك ليست في الآخرة فقط ولا في القبر فقط إنما هي أيضا في الدنيا أيضا في الدنيا طب إيه هي المعيشة الضنك؟ المعيشة الضنك هو معيشة ضنك القلوب زي ما ربنا وعد المؤمنين قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة إيه هي الحياة طيبة؟ هل هي الفلوس والعمارات والسيارات؟ لا ممكن ربنا يديك الدنيا بس مش هو ده المقصود بالحياة طيبة المقصود بالحياة طيبة هي حياة القلب السكينة والطمأنينة راحة البال الشراح الصدر الرضا عن الله سبحانه وتعالى هذه الحاجات اللي هيتحرم منها الطرف التاني اللي هتؤدي أن حياته تكون بؤس وضنك عشان كده ابن القيم عليه صحيح ابو الرحمة بيقول لنا أثر جميل أوي خلينا نقرأ مع بعض لأنه أثر رائع جدا بيفسر لك كل الكلام اللي أنا بقوله قال ابن القيم عليه صحيح ابو الرحمة إن في القلب شعس إن في القلب إيه؟ شعس لا يلمه إلا الإقبال على الله يبقى مش أي حد بعيد عن ربنا هيظل في قلبه إيه شعس قال وعليه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته وحشة وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب وفيه فاقة فقر لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا شفت بها جمع كلام من القائم كده شعس وحشة حزن قلق حسارات طلب شديد فاقة هو ده تفسير معيشة تنضنج هو ده اللي بيخلينا نقول هؤلاء ليسوا بسعداء ولا شيء هو ده اللي بيخلينا نقول من الغباء أن تظن أن مجرد ابتسامة أو لقطة أو دقيقة في فيديو تحكم بها على واحد بعيد عن الله سبحانه وتعالى مدمن فواحش مدمن مخدرات مسكرات فاجر فاسق ينشر الفسق والفجور أنه سعيد والله ليس بسعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدنار تعيس عبد القطيفة والخميصة تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش وقال عليه الصلاة والسلام على النقيد زاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله وسلم نبيا وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحب إلى الله أن يكرى أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكرى أن يقذف في النار وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن القرب من القرآن هو حياة القلوب فكان يقول في دعاية الله ما جعل القرآن العظيم ربيعا قلبي ونور صدري وجلاء همي وزهاب غمي وحزني إذن بدون القرآن يبقى الهم والغم والإيه والحزن بل أنت ترى في أقوال الصالحين ما يؤيد ذلك إبراهيم بن أدهم وكان فقير يعني خط بالك إبراهيم أدهم ده أصلا كان من عيلة أمراء ثم لما التزم وتاب زهد في الدنيا ويعني خلاص زهد في كل شيء وكان في يوم من الأيام يجلس على نهر ومعه كسرة خبز نشفة شوي فبل كسرة الخبز دي في ماء النهر عشان تفك يعني وكلها هو بقى في الموقف ده هو آل الكلمة المشهورة بتاعته دي لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف سبحان الله سبحان الله خد بالك ده واحد ما تقوليش أصلا ما كان شيء لا ده كان أمير وابن أمير يعني جرب اللي اتنين هو بيقول دلوقتي أنا سعيد أنا دلوقتي سعيد وكان واحد آخر يقول إن أهل الليل في ليلهم ألز من أهل الله في لهوهم وإنه لا يمر على القلب أوقات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من السعادة لهم في عيش طيب طيب ولو مش مصدق كل ده اسأل أهل الطاقة أهل المعصية وعرف مين فيهم سعيد ومين شقي وشوف حكاوي الممثلين وممثلات اللي تابوا يحكو لك القبل وبعد كانوا عاملين إزاي وإزاي كان هما في ضنك وشقاء رغم أن الناس كانت تشعار فكده وحسب كده وإزاي هما دلوقتي في سعادة وراح اسأل اللي أسلم حديثا شوف كلامهم عن قبل الإسلام وبعد الإسلام حاجات كتير تخليك عمرك ما تقول يا ليت لنا مثل ما أوت يا قارون إنما تقول يعني اللهم أني ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حتى ما يظهر لك من سعادة العاصمة وبعد يقول لك لا ما أم سعادة أنا بشوفهم باب بشوفهم كتير وبشوفهم بيتحاكوا كتير نقول هذه ليست سعادة حقيقية وإنما نسميها سعادة خاضعة بمعنى عايز أشرح حالة جديد يعني سعادة خاضعة السعادة الخاضعة هي السعادة المرتبطة بشيء خاريه مش نابعة من الداخل بمعنى أن أنت الشخص ده مثلا اللي احنا قلنا البعيد عن ربنا هو شقي طب إيه اللي يخلي يضحك تولي يوم عشان سعيد لأ عشان هو لما لقى أنه حاس أن قلبه فيه شقاء عمل إيه عمل زي واحد جسمه فيه ألم عنده حلين يا إما يتعالج يا إما ياخد مسكن خد بالك اللي تعالج واللي خد مسكن حيبقوا في الظاهر شبه بعض لو أنت شفت اللي اتنين هتلاقي اللي اتنين مش بيتقلموا لكن واحد مش بيتقلم بجد وتعالج وهو فعلا سعيد والتاني مستني بس المسكن يروح عثره اللي بيحصل إن أهل الطاقة تعالجوا بجد وأهل المعصية خدوا مسكنات هتلاقي صاحب المعصية ده بيعمل إيه عشان يضحك لده كي أنت شايفه ده يطلع يلعب وبنات وموسيقى أغاني تمثيل أفلام سلسلات خمور مخدرات تاني أفلام نام نوم أكل فواحش بحس إن هو يفضل فيه دوامة من المسكرات ما يفوقش منها أبدا لا يفيق إلا فيه عداد الأموات ناس الله السلام وعلى عافية شيل المسكن ده تعرف بقى مين السعيد ومين السعيد يعني هاتلي وعند أهل الطاقة ومين السعيد شيل منهم كل حاجة لوحده كده هتلاقي صاحب الطاقة سعيد عادي جدا من تيمية لما كان يدخل السجن يقول ما يفعلوا أعدائي بيه أنا جنتي في صدري بستاني في قلبي إن حبسوني حبسي خلوة لكن هاتي التاني يقول لك لا أنا مقدرش أعد لوحده لازم أنزل لازم موسيقى لازم حط حاجة في وداني لازم أشرب لازم أكل لازم أعمل لازم أنزل مع أصحابي لو قعد لوحده بيحس بالمأساة زي شارب الخمر شارب الخمر بيبدر سعيد لغاية ما أثر الخمر يروح بتدي يجي له صدع واجع وبطنه ومش عارف إيه السعادة دي أنا بسميها سعادة الجربان ليه سعادة الجربان الشخص الجربان عفان الله وإياكم طول ما هو بيهرش بيبقى سعيد ورغم أن الهرش ده بيزود المشكلة اللي عنده بس هو ما بيبقاش سعيد إلا لو قعد يهرش أول ما يقف هرش الألم يزيد ويرجع تاني للألم فعمل كده العاصي عامل زي إيه زي سعادة الجربان ناس الله السلامة والعافية قالوا يا ليت أنا مثل ما أوت يا قارون شفت بقى المشكلة بتاعتهم عملت إزاي مشكلة في فهم أصلا إن فاكرين إن قارون شخص سعيد وإنما المفروض زي شو بقى الناس اللي فهمه قال الذين أوتوا العلم وي لكم وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ثواب الله وكانهم بينقلوهم للمعنى اللي أنا قلته لكم إن ما تبصش للشخص ده أوت يا إيه من الماديات إنما بص لما ترتب على ما أوت يا الشخص ده من أعمال هو ده اللي تبصله هل وفق لعمل صالح هل يستعمل ماله في طاعة الله ثواب الله إيه الثواب اللي حصله من 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 الحياة اللي ربنا ادهاله ما فيش ثواب يبصله على إيه فيه ثواب بص زي ما أنت عايز ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا يعني لا يفهم ذلك إلا من آمن بالله وعمل صالحا عارف قيمة إيه قيمة العمل الصالح ثم قالوا ولا يلقاه إلا الصبر خد بالك ربنا يقوله قال لزينا قوة العلم لأن فعلا إنسان ما بيفهمش الحقاق دي إلا شخص عالم والعلم ده جابه منين جابه من الكتاب والسنة جابه من قراءة الوحي هو ده الوحي اللي فهمه الأمور دي فهمه إيه ميزان الدنيا وإيه ميزان الأخرة وإيه النافع وإيه اللي مش نافع وإمتى نوسني على الشخص وإمتى من نوسنيش على الشخص عشان كده لازم نتعلم عشان نوصل للمعاني دي نقرأ كتاب الله بفهم وتدبر قالوا وي لكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ثم قالوا ولا يلقاها إلا الصابرون لا يلقاها إلا الصابرون يعني لا يلقى الجنة ولا يدخل الجنة إلا من كان من الصابرين صبر يعني إيه الصبر الصبر على الطاعة حتى يؤديها لن يدخل الجنة إلا من صبر الصلاة يا جماعة عايزة صبر الصيام عايزة صبر الصدخة عايزة صبر إنك تلبسي حجابك وتستحملي في الحر وكده عايزة صبر مش كده إنك تستحمل ما تقولش كلمة سيئة عايزة صبر إنك إنت يعني تطلب العلم عايزة صبر إنك تعلم الناس عايزة صبر إنك تدعو إلى الله عايزة صبر وفوق الصبر هي صبر وصبر تاني عشان ما تعسيش ربنا مش كده قالوا الصبر على الطاعة صبر عن المعصية محتاج صبر عشان تغد بصرك عن البنت الجميلة اللي عدت جنبك محتاج صبر علشان تمسك نفسك عن منظومة الربا اللي مسيطرة على كل حاجة ومغرية جدا انك تحط فلوسك فيها علشان تاخد ربا محتاج صبر علشان ما ما تشتمش واحد محتاج صبر علشان ما تقبلش السجارة اللي بتتقدم لك تقبلش المخدرات اللي بتعرض عليك محتاج صبر على أقدار الله المؤلمة إذا ألمت بك جالك مرض جالك ابتلاء في مال كل ده محتاج صبر يبقى أنا مش هدخل جنة إلا بجماعة أركان الصبر دي أصبر على الطاعة أصبر عن المعصية أصبر على ما يصيبني من البلاء من الله سبحانه وتعالى وَلَا يُلَقَّاه إِلَّا الصَّابِرُونَ قال تعالى فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ يا الله خد بالك في الجو ده كله والناس بتتفرج وشايفه وكل حاجة رَبِّنَا خَسَفْ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ما خَسَفْشِ بِهِ بَسْ بِهِ وَبِدَارُهِ ليه؟ قالوا لأن أراد الله سبحانه وتعالى أن يسقط القيمة دي من النفوس إن شايفين الكنوز دي كلها اللي انتوا شايفينها حاجة كبيرة ولا أي حاجة ولا إلا هي قيمة يلا زلزال واحد كل ده راح وكأنه يريد يخبرهم سبحانه وتعالى أن فعلا كل ما يترونه ذاهب ولن يبقى إلا الله سبحانه وتعالى فلا تعليقوا قلوبكم بدنيا فانية خَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ اتخَسَفْ بِهِ طبعا لأنه مجرم وبداره داره دي فيها ناس اتخَسَفْ بيهم هما كمان دي رغم أنه ماتخَسَفْش بالناس اللي هما تمنوا لأن اللي جوه الدار أسوأ من اللي تمنوا ها اللي بره تمنوا بس لكن ما ساعدهوش على البغي لكن اللي جوه الدار كانوا بيساعدوه ويعينوه وهم من صنعوه ومجدوه وفخموا منه لذلك استحقوا أن يخصفوا معه فإياك أن تعين ظالم أو ترضى بفعله وإياك أن تقف في صف ظالم أبدا ما حيت ولا تعين ولو بشطر كلمة ولا بتيسير أمر وابتعد عن ذلك فيعني اتقي أن تظلم أو حتى أن تقف في صف ظالم ما سأل الله صلى الله عليه وسلم على العفاء خصفنا به وبدائره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ما كان لهم من فئة من فئة دي يعني ولا حد نصره خالص خلاص لأن الخارون خلاص راح هو بفلوسه انصره ليه الناس كانت كلها بتلف حوله عشان فلوسه هو مش موجود ولا فلوسه حتى وبالتالي لم ينصره أحد من الله سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد أن ينصره من الله سبحانه وتعالى وما كان من المنتصرين فكرة ما أبو السبع الناس الألوى أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهُ وَيَقْدِرُ يعني فعلاً ربنا هو اللي بيعطي وربنا اللي بيمنع لهو عمل ولهو سوى ويريته يعني أرض ربنا بماله لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا فعلاً لأن احنا قلنا هما في الوزر سواء هما تمنوا حال قارون وكانوا يستحقوا أن يعقبوا مثل عقوبته لكن الله منّ عليهم وهم فهموا كده لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا عشان كده بقول لك احذر أن أنت تعاقب على زنب أنت ما عالتقش طبعاً أتعاقب عليه ليه؟ عشان أنت رضيت بيه وتمنيته طالما رضيت بيه وتمنيته يبقى أنت تستحق نفس العقوبة فدائماً تبرأ من الظلم تبرأ من المعصية ارفضها اكرهها فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابعه قالوا لو لا أمنّ الله علينا لخسف بنا وهي كأنه لا يفلح الكافرون ثم قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين تختم الاية القصة بهذه الآية العظيمة تلك الدار الآخرة تلك دي إشارة للبعيد لأن دار الآخرة حاجة عظيمة نجعلها لمين؟ للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً طيب احنا ابن القيم يقول الناس على أربعة أقسام منهم من يريد العلو والفساد مين دولا؟ قالوا وهذا حاله الملوك في العادة والرؤساء وأصحاب الأموال إن دول بيريدوا العلو على الناس وكمان بيفسدوا إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعاً يصطدعف طائفة منهم يذبحوا ابنهم ويستحن سأهم إنه كان من المفسدين فجمع بين العلو والعلو على الناس والكبر على الناس زائد إنه بيفسد فده بيكسر في الرؤساء والملوك فالذي كان على هذه الصفة يريد أن يعلو ويريد أن يفسد فده ملوش الجنة أما لو كان شخص صاحب منصب أو صاحب مال لكن مش غرضه من ذلك العلو والفساد إنما غرضه الإصلاح وغرضه أن يرضي الله فطبعاً ده مش مزموم من الناس من يريد الفساد ولا يريد العلو زي مين؟ النوع الثاني ده بقى زي مثلاً السراق الزنا دول عايزين فساد لكن مش فارق معهم العلو إن القيم يقول وهؤلاء في أحقر المنازل وفيه بقى اللي بيريد العلو ولا يريد الفساد تقولي إزاي يريد العلو ولا يريد فساد إن القيم قال كلمة قوية جداً قال وهؤلاء أمثال رجال الدين الذين يستغلون الدين في الكبر على الناس رغم أنهم لا يريدون الفساد فإياك إحذر أن تستغل الدين في أن تعلوا على الناس تتكبر عليهم تتصلت عليهم بالدين رغم أنك أنت راجل كويس أنت مش عايز فساد بس في الحقيقة أنت عايز علوه يبقى الصنف الأخير لا يريد علوه في الأرض ولا يريد فساد هؤلاء أصحاب الجنة أصحاب الدر الآخرة لا يريدون علوه في الأرض ولا فساداً قال تعالى والعاقبة للمتقين يعني النهاية أن المتقون هم الذين سيسعدون وإن ابتلوا في الدنيا وإن كانوا فقراء في الدنيا وإن أصبهم وإن أصبهم في سبيل طاعة الله سبحانه وتعالى لكن انظر إلى النهاية فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فهذه بعض المعاني التي جمعناها من هذه القصة الطيبة المباركة أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد الله إلى أنت أستغفرك أتم إليك أشهد الله أشهد الله أشهد الله أشهد الله أشهد الله أشهد الله أشهد الله